بدورها أكدت النائبة عن المشروع العربي هدى جار الله أكدت استمرار كوادر المشروع بتوزيع المنحة للأسر المتضررة جراء السيول والفيضانات التي اشتاحت الموصل ذلك بمتابعة مباشرة من الشيخ خميس الخنجر زرنا منطقة القوسيات ومنطقة المأمون منطقة القوسيات هناك عدد من بيوت بصراحة الدور المنسوب الماء تقريبا فوق المتر اللي وصل البيوت والأغراض الأثاث البيت مدمرة من أخشاب غرف نوم من ثلاجة منبرات وغير ذلك قدمنا له مبلغ من المال تعويض للأضرار التي تضرروا بها رحنا إلى منطقة المأمون كان منسوب الماء أعلى بحيث تقريبا غطى إلى أكثر من مترين تقريبا مترين ونصف منسوب الماء في البيوت والدور التي ذهبنا إليها وبصراحة منطقة المأمون منطقة تعبانة وأهل هذه المنطقة أيضا تعبانين تقريبا زرنا 13 بيت وانطيناهم مبلغ من المال يعوض عن بعض الآثات التي تضررت بهذه الفيضانات الحملة مستمرة إن شاء الله نحن الساعة 18 نص تقريبا ليلا رجعنا من التوزيع وإن شاء الله باشر من الصبح أستمر في الحملة ترجمة نانسي قنقر